السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا ربي تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض حاجة جديدة هنعمل مع بعض كيكة الرز الكيكة الرز دي حلوة جدا للناس اللي عندها حساسية القمح انا عملها لهم مخصوص والناس جمان اللي هم عندهم القولون الكيكة دي هتبقى كويسة جدا لهم لان الكيكة دي ما فيهاش جلوتين علشان زي ما احنا عارفين الجلوتين اللي فيه انواع دي المختلفة دي هو اللي بيتعب المعدة عند الناس اللي هي عندها حساسية القمح فاحنا هنعمله بديقي الرز اللي احنا حضرناه مع بعض المرة اللي فاتت عندنا هنا كوباية ونص من دي الرز اللي احنا كنا محضرينه بالكوبايات المعيارية وعندنا عفوا وعندنا نص كوباية نشا طبعا نشا دورة مش اي نشا دي بتبقى موجودة في السوبر ماركت عبارة عن بواكي كده بنشتريها او علب هنخلطهم كويس جدا مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده بعد ما بنخلطهم هنجيب بقى باقي المقاذير الكيكل اللي عندنا هي ان شاء الله هتبقى بسيطة جدا وسهلة عندنا هنا كوباية سكر ناعم الحبيبات وعندنا كوباية لبن او ممكن نستبدلها بعصير برتقان للناس اللي عندها حساسية من اللبن وعندنا نص كوباية سمنة على زيت وعندنا بشر برتقان او فانيليا وعندنا بيكو بيكينج بودر وعندنا نص لمونة وطبعا ثلاث بيضات اول حاجة احنا هنحط البيت هنحط الثلاث بيضات هنحط البيت بالشكل ده وطبعا بدام حطينا البيت يبقى نوصل عليه عصرة لمنون وهننزل بالفانيليا او بشر البرتقان البشر ده انا ببقى منشفها البرتقان القشر بتاعه بخسله كويس جدا وبعدين بنشفه وبعدين بطحنه بستخدمه في انواع الكيكل مختلفة وبستخدمه كمان مع البسكوتات بيبقى حلو جدا ساعات كمان بحط له شوية فانيليا وبشيله في بطرمون كده باستخدمه في اي حاجة بقى انا عايزها لو ما عنديش فانيليا اولا وانا حابة ريحة البرتقان احنا هنبضل نضرب البيت بالشكل زي ما احنا شايفين لحد لما يعمل رغوة كبيرة ولحد لما اللون يفتح بالشكل ده بنضرب فيه كويس جدا وعلى اعلى سرعة بعد ما بنضرب البيت بالشكل ده ببتدي بقى نزل السكر حبة بحبة لغاية لما السكر يدوب كويس جدا في البيت بيختلطوا كويس جدا والسكر يدوب بنزل بالسكر زي ما احنا شايفين كده على مراحل وعلى السرعة العالية لحد لما برضو القوم يتضاعف بتاع البيت لما يوصل للشكل ده هنبتدي بقى نضيف الزيت او السمنة حبة بحبة كده وغنضربهم كويس جدا لحد لما يختلطوا وابتدي بقى انزل بقى بالبيت دي اللي عندي حبة بحبة كده واضرب فيه بنضرب فيه كويس جدا لحد لما يختلط كويس جدا بالخليط السائل ده وببتدي بقى انزل اللبن او البرتقان حبة بحبة ممكن لو ما عندي كيش برضو برتقان ممكن تحطي ميريندا او سمن اوب بتبقى طعمها حلو جدا الكيكا بالحاجات دي وكمان بتعمل على انها ترتفع وتبقى كويسة جدا طبعا مع الدي انا حطى رشة ملح زي ما احنا بنعمل كل مرة دلوقتي هضيف بقى البيكينج بودر هحط معلقتين كبار بيكينج بودر انا معلش هننسيت حطهم بعد دقيق فدلوقتي انا هحطهم مفيش اي مشكلة هنحطهم على خالط الكيك وهندرب كويس جدا هندرب الكيك كويس جدا آآ خالط الكيك ده بيبقى سايل الى حد ما آآ فاقم يعني ما تقلقوش ان هو سايل كده انا هحط بقى اللبن اللي عندي هي بالزبط كوباية وهندرب كويس جدا آآ بعد لما بضرب الكيك كويس جدا آآ بسيب الكيك شوية آآ طبعا احنا عارفين ان الديق ده دي رز مش ديق عادي فانا هسيبه عشان يختلط كويس جدا ويتجنس لمدة عشر دقايق كده العجينة ترتاح بتاعة الكيكة وفي نفس الوقت اللي الرز يتشرب آآ يشرب الحاجات اللي هي السائلة وبنلاقيه بنحس ان هو آآ بدأ القوام بتاعه يتقل شوية فاحنا بعد ما هندرب الكيك كده كويس جدا انا هبتدي بقى اسيبه عشر دقايق لان احنا زي ما احنا شايفين ان القوام بتاعه خفيف لما بنسيبه لمدة عشر دقايق القوام بتاعه بيتقل هوريكم دلوقتي آآ ده قوام الكيك بقى قوام الكيك بعد آآ لما سيبته بتحس ان هو برده آآ يعني يتقل الى حد ما بنقلب فيه كده بالشكل ده بقلب فيه كويس جدا وبعدين بقى بحضر صانية بنكون دهننها بسمنة ومبطننها بالدقيق وبكون فتح الفرن على درجة حرارة 180 بحط الكيك بالشكل ده وبعدين بدخل الفرن على درجة حرارة آآ 180 درجة في الرف اللي هو البسطاني آآ لحد لما الكيك يستوي اول ما بيستوي بيطلع ريحته بعد ونص ساعة تحاولي تفتح الفرن تشوفي الكيكة تختبريها آآ مش قادر اقول لكم على ريحت الكيكة كانت ريحتها تحفة جدا آآ دلوقتي انا قلبت الكيكة على آآ منخل عندي او راك او اي حاجة وبعد ما بردت بقت بالشكل ده ان شاء الله الوصفة دي تحاجبكم حلوة جدا والكيكة هشة وبسيطة وبالفة هنوشفة للناس اللي طبعا الناس دي بتبقى محرومة من الكيك والكلام ده فدي حاجة حلوة هيكلوها بديل اللي هو فيه الجلوتين يارب الوصفة تعجبكم لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة وان شاء الله اشوفكم على خير في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا